اشتركوا في القناة المنتدى برئاسة معالي السيد النعم يارا رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط رئيس مجلس المستشارين المغربي حيث أكدت التوصيات على أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط والخليج في كافة المجالات التنموية وخاصة المجال الاقتصادي والاستثماري كما شهد المنتدى في يومه الثاني عقد جلسات حوارية عدة من بينها جلسة بعنوان ريادة الأعمال في العالم الرقمي وتحدي ذكاء الاصطناعي وأخرى بعنوان حقوق الملكية الفكرية مفتاح الازدهار هذا وتأتي مشاركة وفد الشعب البرلمانية في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي ومنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في إطار حرص الشعب البرلماني بمملكة البحرين على تعزيز التعاون مع المنظمات البرلمانية الدولية